السلام عليكم اهلا بكم حل مشكلة اعادة المحاولة اللي بتظهر في سوق بلاي او جوجل بلاي بتظهر لك اثناء ما بتحاول انك تحمل اي تطبيق حتى كمان لما بتتأكد ان الانترنت عندك تمام وبتغلقه وبتعيد تشغيله مرة تانية برضو المشكلة بتفضل مستمرة هنشوف حل المشكلة دي في خطوة واحدة تمام اول هام لازم تتأكد ان الانترنت عندك شغال سواء الباقة او الواي فاي وبعدين بتروح لمتجر جوجل بلاي بتضغط عليه ضغطة طويلة وبتروح لمعلومات البرنامج او علامة التعجب اللي في الاعلى دي المربع وبعدين بننزل لمكان التخزين وبعد كده بنضغط على مسح البيانات اللي في الاسفل وبنضغط على مسح بعد كده بنروح مرة تانية لمتجر ليه وبنفتح التطبيق طبعا بتنتظر ثواني علشان يحمل معاك ونروح لاي تطبيق نفتح اي تطبيق علشان نحمله زي ما احنا شايفين التطبيقات بتفتح اي تطبيق زي ما ولو المشكلة استمرت نروح لصورة حسابك في الاعلى تمام وبتضغط على علامة السهم بيظهر لك كل الايميلات اللي على التطبيق وبتختار اي ايميل تاني غير الايميل اللي مفتوح وبازن الله المشكلة بتتحل ربي يكون الشرح افادكم اشتركوا في القناة